بسم الله الرحمن الرحيم المعنية الأخرى ببذل أقصى الجهود في تقديم الخدمات اللازمة للمواكب الحسينية في المحافظات التي تشهد مسير الزائرين القاصدين مدينة كربلاء المقدسة ولا سيما ما يتعلق بالخدمات التي تقدمها وزارات الصحة والكهرباء والنقل والنفط والتجارة وغيرها وشدد سيادته على تقليل مواكب المسؤولين سواء المكلفين بتقديم الخدمة للزائرين أو المتوجهين لأغراض الزيارة وكذلك الحد من مواكب الضباط وتوجيه الجهات المعنية بتدقيقها وافق مجلس الوزراء على تخصيص وزارة المالية مبلغ 1 مليار دينار شهرياً لوزارة الداخلية المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية لصرفه على متطلباتها ويتم تحويل المبالغ المخصصة لها في قانون الموازنة العامة الاتحادية على أن تستحدث وزارة المالية وحدة حسابية مستقلة في المديرية المذكورة وتهيئ وزارة الداخلية الكادر الحسابي والأمر بالصرف وأعلام وزارة المالية وبذلك وافق مجلس الوزراء على إصدار نظام خاص بتنظيم تشكيلات ديوان الوقف السني واختصاصاتها لسنة 2024 بعد أن دققه مجلس الدولة استناداً إلى الدستور وقانون ديوان الوقف السني رقم 56 لسنة 2012 مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووافق مجلس الوزرائي على فرزي وتخصيص الأرض المشيد عليها ساحة عباس بن فرناس الواقعة بالقرب من مطار بغداد الدولي من القطع العائد ملكيتها إلى أمانة بغداد وتخصيصها إلى وزارة النقل الشركة العامة لإدارة النقل الخاص للبدء بأعمال تطوير الساحة المذكورة آنفاً ضمن أعمال التحضيرات للقمة العربية ووافق مجلس الوزراء على استثناء الشركات الفائزة بعقود مشروع تحسين إمدادات الماء في السماوة من الشروط المثبتة في إعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 18 تشرين الأول 2023 مع التزام أي شركة أجنبية فائزة بتسجيل فرع لها داخل العراق عملاً بالقوانين والأنظمة السارية وفي مجال التعاون مع الدول الصديقة في برامج التدريب الأكاديمية المتبادلة للشرطة أقر مجلس الوزراء تعديل قراره المرقم 24175 لسنة 2024 بشأن التعاون الأكاديم الشرطوي ليتضمن الموافقة على تهيئة مقاعد دراسية للدول العربية الشقيقة والصديقة بمعدد عشر طلاب في كلية الشرطة وخمسة طلاب في المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري على أساس مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة استناداً إلى المادة 15 من قانون كلية الشرطة المرقم 37 لسنة ألفين المعدل وتتحمل وزارة الداخلية تكاليف السكن والإطعام والتجهيزات ووافق مجلس الوزراء على ما مثبت في كتاب وزارة التجارة في 13 آب 2024 بشأن إنشاء سايلوات جديدة لخزن الحبوب لزيادة الطاقة الخزنية بعدد ثلاثة واحدٌ لكل من محافظات النجف الأنبار المثنة إضافة إلى سايلو عدد اثنياً جرت الموافق عليها سابقاً واحدٌ لكل من محافظة واسط وكركوك بالاتفاق مع شركاتٍ عالميةٍ رصينة مختصة في هذا المجال واستثناء الشركة المنفذة من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وفي جانب الإصلاح المالي والاقتصادي أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد المرقم 24.220 بحسب الآتي أولاً الإبقاء على مساهمة الدولة بشركات القطاع المختلط وعدم بيع حصة القطاع العام في هذه الشركات كون البيع يسبب خسارةً للقطاع العام وكون القيمة الحقيقية للشركات أعلى بكثير من قيمتها الدفترية ورئيس مالها الحالي ثانياً توجيه الجهات الحكومية للمساهمة بدراسة الواقع الفعلي للشركات المساهمة فيها بما يضمن النهوض بواقع تلك الشركات ثالثاً عدم السماح بتغيير حصة قطاع الدولة في الشركات المختلطة لأي سبب كان وبأي طريقة كانت بما فيها عمليات الرسملة للشركة إذا أدت إلى انخفاض حصة قطاع الدولة إلا بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء لكل حالة رابعاً إلزام ممثلي قطاع الدولة في مجلس إدارة الشركة المختلطة بحضور الاجتماعات كافة قصوصاً المجتملة على قرارات تتعلق بالرسملة وبما يضمن عدم تصفير نسبة حصة قطاع الدولة في الشركة وأقر مجلس الوزراء حزمة من القرارات الإصلاحية الاقتصادية التي تضغط النفقات الحكومية وتزيد من الإيرادات المالية غير النفطية للدولة وتابع المجلس ملف استكمال المشاريع المتلكئة وإتمام المشاريع الخدمية ومشاريع البنى التحتية عبر المعالجات الإدارية والمالية واتخذ جملة قرارات بهذا الشأن وكما يلي أولاً الموافقة على زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع تأهيل وتوسيع مستشفى الإمام علي عليها السلام مدينة الصدر بغداد ثانياً استحداث مكون مبلغ الزيادة المستحقة على المستحقات على وفق قراري مجلس الوزراء ثلاثمية وواحد لسنة ألفين وواحد وعشرين وثلاثة وعشرين ألف ومية وأربعة وسبعين لسنة ألفين وثلاثة وعشرين لمشروع مستشفى الإمام علي عليها السلام ثالثاً استحداث مكون إنشاء قاعات دراسية لموقع الجامعة ومكون إنشاء سياج وبوابة الموقع الجديد لجامعة ميسان ضمن مشروع تطوير وتوسيع جامعة ميسان وزيادة الكلفة الكلية للمشروع رابعاً إدراج مشروع الأعمال التكميلية لبناء قسم تربية قضاء عانه مع مخازن الكتب والأثاث المدرسي مكوناً في ضمن مكونات مشروع إنشاء قسم تربية قضاء عانه وتخفيض كلفة المكون بناء قسم تربية قضاء عانه مع مخازن الكتب والأثاث المدرسي لتصبح بمقدار المصروف التراكمي للمشروع خامساً زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة أعمال تطوير المحلة 629 حي الجامعة ضمن قاطع بلدية المنصور سادساً زيادة الكلفة الكلية لمشروع تأهيل وتطوير وإكساء محلات سكنية وشوارع رئيسية في مدينة بغداد شكراً شكراً